أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية استمرار تعزيز دور القطاع المالي والمصرفي باعتباره أحد القطاعات المهمة التي تسهم في رفض النمو الاقتصادي بالمملكة وخلق مزيد من الفرص الاستثماريات الوعدة منوها بالحرص على مؤصلة تعزيز التسهيلات أمام الاستثمارات المختلفة بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للمملكة ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو أفاق أوسع لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموي بقصر الكضيبية اليوم السيدة أليسار فرح أنتونيوس رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة سيتي بنك والسيد ميشيل سوايا الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في البحرين وذلك بحضور سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية حيث رحب سموه بهم مشيرا سموه إلى التعاون القائم بين مملكة البحرين ومجموعة سيتي بنك معربا عن تمنياته للمركز العالمي التكنولوجي التابع لمجموعة سيتي بنك والذي دشنته المجموعة اليوم التوفيق في تحقيق أهدافه لما له من دور في خلق الفرص النوعية للكوادر الوطنية في المجال المصرفي والتقني والذي تم إطلاقه وفق شراكة استراتيجية بين مجموعة سيتي بنك وصندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية من جانبها أعربت رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة سيتي بنك عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام دائم في تعزيز التعاون والشراكة مع مجموعة سيتي بنك متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار